عزيز المحقق وبعد أن وقفت على تحديد أكيد لموضوع مخطوطتك التي ستعيش في رحابها وانتقلت بعد ذلك إلى مرحلة أخرى ووقفت على مشرفك يجب عليك حتما أن تختار عنوانا مناسبا للموضوع إن اسم الموضوع يدل على ما يتضمنه من موضوعات ومعلومات ولاختيار عنوان المخطوط شروط يجب عليك أن تقف عليها هذه الشروط عليك أيها القارئ والباحث والمحقق أيا كان منهجك أن تحدد اسما يتناسب مع رسالتك الجامعية فإن كانت الرسالة ماجستير عليك أن تختار كتابا يقع في حدود من خمسين إلى سبعين ورقة خطية وإن كانت دكتوراه فعليك أن تختار كتابا أو مخطوطا يقع في حدود من خمسة وسبعين إلى مية خمسة وعشرين ورقة لماذا هذا التحديد؟ لأن تحديد الورقات يضمن لك وقتا معينة وجهدا معينة وإتقانا معينة أيضا من الشروط التي يجب أن تتوفر في اختيار عنوان المخطوط أن يكون المخطوط غير مطبوع منذ قبل وإلا فما حاجتنا إلى إعادته وما حاجتنا إلى صيغته وقد كتب وحقق منذ قبل إن التحقيق إذا لم يكن بفائدة فإنه تكرار لا حاجة لنا إليه أيضا لابد أن تكون له أهمية في فنه وكذلك أن يكون من تأليف عالم جهبز كبير وإلا فالكتب بالسوق ملأة ولكنها ليست لذات العلماء الذين ينظر إلى آرائهم ويتجه إلى اتجاهاتهم الصحيحة كذلك لابد أن يكون العنوان متوفرا لنسخة هذه النسخة إن كانت واضحة كان لك أن تضع لها عنوانا يتوفر له أي لهذا العنوان أكثر من نسخة بمعنى إن كانت نسخة واحدة فقط خطية فلها شروطها وسنعرفها في حينها أيضا أن تكون المخطوطة هي النسخة الأم أي الأصل التي اطمئننت إليها وتحققت من نسبتها إلى مؤلفها وإلا كان جهدك كله في إطار من الشك والقلق الذي لا تحتاج إليه كباحث أيضا لابد أن تكون النسخة قديمة وكاملة ومضبوطة كلها شروط أساس ومصححة ومقروعة على أئمة جهابذة في فن لجأت إليه ثم بعد ذلك بعد أن حددت هذه الشروط وحققتها يبدأ الباحث مرحلة التفتيش والتنقيب عن كتاب أو مخطوط يجمع هذه المواصفات جميعها وليكن بحثه منذ أول مرة عن ثلاث كتب لاحتمال فقدان شرط أو أكثر في كتاب أو اثنين مما يقع عليه اختياره فيبقى المجال مفتوحا لغيره ولا يكرر جهودا بذلت في بحث وتفتيش عن موضوع ربما يفتح الباب لغيره عزيزي الباحث هذه هي المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة من المرحلة الأولى الخطوة الثالثة من المرحلة الأولى مرحلة الإعداد فماذا عن المراحل التالية لإعداد مخطط لتحقيق كتاب نحن في حاجة إليه هذا ما ستحمله الشرائح التالية